بانجوري سوايلي بيانوني اليوم جبت لكم اقتراح لفرض تحاولوا تجاوبوا على الاسئلة اولا وفي المرة المقبلة ساقدم الحلول دينا نغير وفي المرة الماضية تحاولوا الشركة كل هجار وفي المرح نجار المقبلة سارة وفي المدينة المنزل من راجعة بلايجوري والسدس من يللي شريخ سيلي هجار أمون أفضل أنه أكبر 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 المتاحف أكبر 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 أ ومن جيها هي تحفى طبيعية الواقع أن هذه المرتفعات القاحلة التي تمتد على ارتفاع ألف متر ألف متر وتمتد على ارتفاع ألف متر وتمتد على خمسين إلى ستين كيلومتر من الشرق إلى الغرب وثمنمائة كيلومتر من الشمال إلى الجنوب على مساحة قدرها مئا وعشرون ألف كيلومتر شفو الحجة الثانية d'autre part, ce site est connu à l'échelle universelle grâce à ses peintures rupestres notamment ceux du Wedgeray ou encore ceux de Plateau 2 Sefar datant d'environ 9 à 10 000 ans qui ont été classés depuis 1982 au patrimoine mondial يعني من جهة أخرى هذا يعرف هذا الموقع العالمي بفضل رسوماته الجدارية وخاصة تلك الموجودة بواد جراي ومرتفعات سفا المؤرخة بحوالي 9 إلى 10 آلاف سنة وصنفت منذ 1982 ضمن التراث العالمي Enfin, c'est un fascinant témoin des premières manifestations culturelles sur le territoire de l'Algérie rappelant ainsi que le Sahara était à cette époque une contrée verdoyante et fertile et qu'il y a plusieurs milliers d'années y vivaient des hommes qui ont laissé la trace de leur activité quotidienne des scènes de chasse, de danse et de prière y sont représentées En conclusion, le Tassili ni Najer à lui seul est un patrimoine grandiose C'est pourquoi il faut le réserve يعني وأخيراً هو دليل على تظاهرات الثقافية الأولى في الجزائر يذكرنا بأن الصحراء كانت في ذلك الوقت منطقة خضراء خسبة ويعيش بها الإنسان منذ ملايين السنين وأن السكانها تركوا بصامات عن نشاطاتهم اليومية ومشاهد عن الرقص وهناك مشاهد عن الرقص والصيد والصلوات قد قدمت هناك وفي الختام التاسيل ناجر هو إرث عظيم قائم بذاته ولهذا ينبغي الحفاظ عليه نروح وشوفوا الأسئلة مع شرح و توضيح الأسئلة طبعاً نسوال compréhension de l'écrit encadre la bonne réponse يعني حووت الإجابة الصحيحة Dans ce texte l'auteur décrit une forme raconte الكاتب في هذا النص يصف أو يعلمنا يعطينا معلومات ولا يسرد يحكي Deuxième la source de ce texte est مصدر هذا النص هو un livre عبارة عن كتاب ولا un article de presse يعني مقالة صحفية ولا Internet دuxième question complete le tableau a partir du texte أكمل الجدول من خلال النص le thème قلنا le thème نعاود le thème هو الموضوع اللي حكينا عليه النص la thème هو رأي الكاتب les connect هذه le thème et la thème نقدر نجبدوهم من المقدمة وفي بعض الأحيان حتى من الخاتمة نروحو في الثالث les connecteurs chronologiques يعني للكاليمات اللي دول على ترتيب الحوجج les arguments هي الحوجج سؤال الثالث comment s'appellent les habitants du Tassili ناجر كيف نوسمي سوكان من تقت Tassili de كمبين دات les peintures rupestres de Tassili رسومات المنقوشا كم عمروها يعني كم عدد السنين يعني منذ وجودها سؤال الثالث الخامس رلي du text رلف pardon رلف du text les mots du de même sens استخرج من النص المرادفات للكلمتين تاليتين عندنا une montagne وعند نا une région نعطيكم هنا ملاحظة بسيطة عندنا une يعني هو اسم مؤنث وهنا une région كيف كيف اسم مؤنث إذن المعاني رايحة تكون من نفس الجنس يعني لازم تكون مؤنث مؤنث sixième quelle est la nature de la proposition soulignée dans le text عندنا في النص جملة موسطرة ما هو ما هي تابعة هذه الجملة كيف نسمي هذه الجملة عندنا الجملة qui 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 ont قيم بلادين